تسمية كثيرة يمكن أن تطلق على القمة العربية 32 في جدة لكن التسمية الأكثر تعبيرا عنها إنها قمة محمد بن سلمان فحضور ولي العهد السعودي كان طاغيا الكلمات في معظمها ظلت تحت صقف التهدئة وسياسة تصفير المشاكل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة وتحديدا منذ الأعلان عن اتفاق بيجين الذي أرسى أسس التفاهم بينها وبين إيران ثلاث شخصيات استقطبت الأضواء في قمة جدة الشخصية الأولى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي فهو كان نجم الجلسة الافتتاحية بلا منازع سارقا الأضواء من الرئيس السوري بشار الأسد زيلنسكي تحدث بوضوح عن معاناة شعبه وظهر وجهة نظر بلاده من الحرب الأوكرانية الروسية في حضور حلفاء روسيا الطبيعيين وفي طالعاتهم الجزائر وسوريا وفيما سرت معلومات قبل الجلسة أن الرئيس السوري قد ينسح من الجلسة عند إلقاء زيلنسكي كلمته فإن الأسد بقي جالسا ما يؤشر إلى أن الأخير أتى إلى القمة وهو يعرف مسبقا أن العودة إلى الجامعة العربية لها شروطها ومتطلباتها وقواعد لعبتها بشار الأسد كان الشخصية الثانية التي استأثرت بالاهتمام خلال الجلسة كلمته تضمنت الكثير من الرسائل الواضحة والمشفرة أبرزها وضعه جرائم الكيان الصهيوني بالمستوى نفسه تقريبا مع خطر الفكر العثماني التوسعي كما قال وقد شدد الأسد أيضا على ضرورة أن تتولى الشعوب العربية إدارة شؤونها بنفسها عبر منع التدخلات الخارجية فهل الحليفان الاستراتيجيان لنظام الأسد أي إيران وحزب الله على استعداد لتطبيق هذا المبدأ ليس هما من باشر التدخل في شؤون الدول العربية ما خربط المنطقة وأشعل عصبيات لا تنتهي الشخصية الثالثة في جلسة الافتتاح أمير قطر فهو انسحب والوفد المرافق قبل أن يبدأ الرئيس السوري بإلقاء كلمته ما يعني أن أمير قطر تقصد أن يعرب علنا عن معارضته عودة الأسد إلى الجامعة العربية أو أنه لا يريد أن يسمع نظريات الرئيس السوري في العروبة وفي عمل الجامعة العربية هذا بالنسبة إلى جلسة الافتتاح فماذا عن البيان الختمي الذي سيعرف بإعلان جدا الإعلان يشير إلى أنه يتضمن عبارة أساسية تنص على الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة فهل يطبق الإعلان في لبنان؟ لنعود إلى زمن الدولة القادرة والقوى المسلحة الشرعية الواحدة